بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة جداً أخيراً قدر الديمقراطيين أنه يمرؤوا شيء له أهمية ما بين قوسين إلى حد الآن نحكي بالتفاصيل في الكونغرس الأمريكي قبل ما يروح الكونغرس الأمريكي على فترة الاستراحة أو الريسس يسمونه حزمة اقتصادية لتقليص التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة المواطنين تقليص التدخم ومساعدة المواطنين حطوا ليهون هودي بيرن قوسين تمام ومنفوت فيهون أكثر نحن وياكم حلقة نتحدث من خلالها عن تفاصيل هذا المشروع القانون الذي تم تمريره اليوم في الكونغرس الأمريكي والذي يسعى من خلاله الديمقراطيين لتقليص التدخم ومساعدة الأمريكيين وإعطاء بعض البرامج الاجتماعية المهمة جدا وكثير منكم كانوا يسألوا عن موضوع مساعدة الأطفال الشهرية Child Taxi Credit شو صار فيها؟ عندي أبديت لألكم اليوم تحياتنا لكم وتابعيننا ومشاهديننا من قناة الأخبار معكم حسين هيشم وحلقة مباشرة من خبر عاجل منذ بضع دقائق تم الإعلان على أنه استطاع الديمقراطيون في المجلس الشيوخ تمرير حزمة اقتصادية جديدة يطلقوا اسم Inflation Reduction Act عليها تم تمريرها فقط بأصوات ديمقراطية بدون أي دعم جمهوري وتدخلت نائب الرئيس كامالا هيرس لحتى تفصل ما بين الاثنين كون كان فيه خمسين صوت مع خمسين صوت ضد واجه الصوت تبع نائب الرئيس مع لتمرير هيدا الحزمة الاقتصادية صار لهم الديمقراطيين عم بيتفاوضوا على هيدا الحزمة الديمقراطية فيما بعضهم مش حتى مع الجمهوريين كان فيه ديمقراطيين رفضين لهيدا الموضوع لقدروا بأواخر شهر يوليو يتوصلوا لاتفاق مع سناتر جو منشن ومن بارح اتفقوا مع سناتر كمان السينما وبالتالي قدروا يمرروا هذا الموضوع وأكيد لما بيتفاوضوا مع أشخاص تانيين رح يكون هناك شيء اسمه تنازلات لحتى يقدروا يوصلوا الاتفاق وصراحة من وراء هالتنازلات اللي عملوها عروا لهيدا الانفليشن ريدوكشن اكت هلأ في كتير خبراء اقتصاديين عم بيقولون انه شو هدا انفليشن ريدوكشن اكت هلأ أنا لما أصلا بقلكن شو فيه بقلبه بنقولي لحستاذ حسان او حساني شو خصوا هيدا بالانفليشن ريدوكشن تمام فبتير اشخاص كنا عم بيقولونه انه شو هدا انه مشروع انتخابي انه مسميينه انفليشن ريدوكشن اكت ومخصوش بشي بالانفليشن بالتضخم بالعكس يعني عم بيزيد الانفاق الحكومي تقريبا 430 مليار دولار انفاق حكومي جديد تمام خلينا نفوت فيه لهذا التفاصيل وبدأ احكي كمان عن موضوع الدفعات الأطفال الشهرية تاكسي كريدت وقصص وحكايات شو صار فيها الهدف من وراء هيدا الانفليشن ريدوكشن اكت حسب ما سوى له الديمقراطيين اول شي تقليص التضخم في الولايات المتحدة الامريكية تاني شي تقليص كلفة الادوية والوصفات الطبية والتالت شي محاربة موضوع التغير المناخي وركزولي على قصة التغير المناخي لانه في بعض الشغلات وفي قصة ثمان اصلاحات ضريبية في تاكس ريبيت كريدت رح فيكن تستفيدوا منه الاشخاص خاصة ان بدو يشتروا سيارات كهربائية رح فوق بالتفاصيل وفي شغلات تتعلق بالضرائب رح حكي فيها خلينا نبلش باول نقطة كان عم ينحكي فيها اللي هي من خلالها تم تمريره لهذا الموضوع اول نقطة هي محاربة تغير المناخي وتم استثمار ما يقارب 370 مليار دولار وهذا بيعتبر اكبر استثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ الولايات المتحدة الامريكية اول ما بلقشوا يناقشوا هذا الموضوع كان البوجت اللي كان بدون نياح الموازني كان بدون 555 مليار دولار بس عطوهن 370 مليار دولار من هيدا 370 مليار دولار 60 مليار دولار رح تكون الاستثمار بالطاقة يعني بالبناء التحذير الطاقة المتجددة طيب كشخص عم يحضر هلأ كيف يستفيد من هيدا الموضوع ليكو ش رح يصير هلأ حاليا في عشر مليارات دولار هودا رح يتم تخصيصها لحتى يعمروا فر اكزامل المصانع اللي هي بتصنع السيارات الكهربائية مصانع اللي هي بتصنع الطاقة الشمسية وكمان هودا الويند هودا اللي بيبرمو وبيعطوا طاقة على الهوا طيب الشغلة التانية كمواطنين امريكيين بناء على هيدا الحزمة الاقتصادية اللي عملوها رح يكون يخصصوا 7500 تاكس ريبيت لالاشخاص اللي بيشتروا المصانع اللي هي بتصنع السيارات الكهربائية هلأ شخص هلأ حاليا هلأ رح يتم تمريره هلأ مفروض مجلس النواب رح يجتمع يعني هلأ بعد بها الكام يوم بيصينوا الرئيس لأمريكي جو بايدن بمجلس النواب مش رح يخد معا وجه راس لانه اولا عندهم اغلبية بشكل جيد يعني بيصينوا الرئيس بايدن بس يصينوا الرئيس بايدن بيبلشوا تطبيقه مفروض اللي بدوا يشتري سيارة كهربائية من هلأ ورايح اكيد رح يطلع التفاصيل اكتر بس يطلع التفاصيل بنعطيكم اياها حيالا واحد بدوا يشتري سيارة كهربائية بيطلع له ريبيت 7500 دولار يعني بدون يشجعوا العالم تشتري سيارات كهربائية مش غلط خلا نشوف بس ملعلي بسيارات كهربائية حقهم 30 ألف و40 ألف وأساس وحكايات يعني بدون ينزلوا سعرهم شوي ايضا يعني ايش لو عم توفروا بالبنزين انت بتروحوا بتطفعوا حق سيارة ايضا بدون نخصصوا 9 مليارات دولار للبيوت لحتى يحاولوا البيوت بامريكا لتصير كمان على الطاقة المتجددة وتوفر طاقة كمان لبيوت فاكيد توقعوا هيدا البرامج اللي بيجوا بيغرلوكم القضوية بالبات بيحطوا انرجي افشيانت ويغيروا يعني الهيت والأي سي وهيك شغلات هيدا توقعت كمان تزيد بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هيدا الحزمة الاقتصادية اللي مررت فهيدا أول نقطة لمحاربة تغيير المناخي في الولايات المتحدة الأمريكية النقطة الثانية اللي هي تقليص كلفة الأدوية والوصفات الطبية بس واحد يكون بعطل الهر الأحد ويقولوا تعمل حلقة هاك بزره طيب بالنسبة لهيدا الموضوع اخواننا لايكم كل السياسيين كانوا الديمقراطيين ولا جمهوريين هني تحت رحمة شركات الأدوية الفرماستيكول كامبانيز لا لأنه حالة واحد بد يربح انتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية للأسف المال المال المصاري بتلعب دور كتير كبير وهيدا الفرماستيكول كامباني شركات الأدوية بأمريكا بتصرف مساري كتير كبير على المرشحين السياسيين لتتأكد انه حالة واحد بد يربح ويطلع على الكونغرس ما يوجع لنش راسهم ويجي يحط لنقوانين وينزل سعر الدواء ماهودي عم بيعملوا مليارات الدولارات فهمين كيه؟ وبالتالي يعني اللي حققوا الديمقراطيين بهيدا صراحة بالتغييرات اللي تواشلونا راسنا فيهم يعني يا خي خي نعطينو شوية تكلتكي منيحة بداية جيد بداية جيد بداية جيد بس أنا مستق جدا لموضوع الإنسولان صراحة بس خليني احكي شو في بقلبة هذي الموضوع في بقلبة يسمحون لوزير الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض مع شركات الإدوية لتقليص يعني أسعار الإدوية هون بك تفهموا لي شخصي هكيد الديمقراطيين راح يروجوا لإلي انه ليكو نحنا مررناها ورح نتفاوض ورح ننزل أسعار الإدوية للأشخاص اللي هني على الماديكير تمام بس شو الترك هون اللي ما راح يقولو لكم إياها بالإعلام خصوصا الإعلام الموالي للديمقراطيين كما بتعرفون أنا هلا في منكم كتير بيقولولي انت ديمقراطي وما بعرف شوه أنا ليكو لنهاك ولنهاك أنا مع الحق وبحكي على الاتنان تمام كيف راح يروجو لكم إياها الديمقراطيين هلا راح يقول لكم ديمقراطيين ليكو يا شعب يا أمريكاني نحنا الديمقراطيين نزلنا لكم كيف عطينا نحنا انه بدنا نتفاوض وزير الصحة بدو يتفاوض مع المؤسسات وينزل يعني مع الشركات الأدوية وينزل سعر الأدوية بس شو الترك هوني الترك هوني انه هيدا الموضوع مرح يبلش قبل الألفان وستة وعشرين يعني نحنا بالألفان واثنين وعشر هلأ بعد أربع سنين لحتى يبلشوا وعلى عشر قدوية يعني في فاوض من هلا للألفان وستة وعشرين على عشر ادوية تمام وبالألفان وتسعة وعشرين ربنا يعطينا عمر لابكرا نحن 1 فاوض على عشرين دواه إنه ينزلن سعرها 10 ادوية بالألفان وستة وعشرين وعشرين دواء بالألفان وتسعة وعشرين بس شو السيئ جداً خليني احكي قبل ما احكي عن السيئ جداً كمان قال بدوني يعملوا المت على الاشخاص اللي عندهم ميديكير لما بيكون عندك انت وصفة طبية ويدوية بدك تجيبون عملوا كاب عنده عملوا حد اقصى انه انت من جايبتك مش المفروض تدفع عكتب من الفين دولار بس كمان هايدي مرحي بلشو يطبقوها قبل الالفين وخمسة وعشرين كمان هايدي بشو حي بلشو يطبقوها قبل الالفين وخمسة وعشرين يعني ما في الجيلة هلا اوكي طيب طب شو السيئ جداً اللي انا صراحة ازعجني يعني انا وكنت عم بحضرون كنت عم بقول يا رب تمرو يا رب تمرو لانه فيه حرام اشخاص وملايين الامريكيين بيتأزوا من هذا الموضوع اللي هو موضوع الانسولان يا اخوانا ما بفهم انا الديمقراطيين والجمهوريين يعني ما في ضمير ما في دمي ما في دين ما في اخلاقي يعني فهمين كيف هو دي الشعب اللي عايش على الانسولان واللي بيتكلف مئات ومئات يعني من الدولارات كل شهر لحتى يدفع عبرة الانسولان شو انتو ما قلكن رب يا زلمي طي انو معقولي بيكون بالبل تبعكم بيكون في انو ينحط حد اقصى 35 دولار بالشهر للانسولان انو اشخاص بيشتروا انسولان بتجوا بتشلوه انو معقولي هيك انو عب تضحكوا على الشعب هدا معقولي بيكون فيه بروفيجون بقلبه انو انو بدنا نعمل كاب بدنا نعمل حد اقصى للمصاريف اللي على الانسولان بيدفع الشعب الامريكي 35 دولار بتجوا بتشلوه يا بلا دامير شو ها والله في بعض من الشعب الامريكي بيتطر يروح على كندا ليشتري الانسولان يا اخوانا ليشتري الانسولان عم بيروح على كندا ما بعرف يا اخي انا والله ما بفهمنش لهودي صراحة والله ما بفهمن انا طيب كمان بالنسبة للاصلاحات الطبية اللي خاصة بالميديكال ستاف كان اوباما كير رح يخلص السبسيديز تابعه الاعانات تابعه رح يمددوا هذه السبسيديز تابع اوباما كير لثلاثة سنين تمام؟ طيب نوصل للاصلاحات الضربية للتاكس ريفورم للتاكس ريفورم فيه ثلاثة شغلات اساسية لازم نعرفها للتاكس ريفورم اول شغلة رح يحطوا عملوا خمسمية مش خمسمية سوري خمسة عشر بن مية درائب على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية اللي هي عندها تعمل مليار وما فوق بالسنة كل شركة بامريكا بتعمل مليار وما فوق بالسنة بدون يزيدوا التاكسيز عليها خمسة عشر بالمية وعم بيقولوا بناءا على هذه الشغلة بيجيبوا اموال اضافية للخزينة الامريكية 300 مليار دولار كمان حطوا 1 بالمية كمان ضريبة على الشركات اللي هي بتعرفوا مثل الشركات بعض بيحطوا ستااكس للباع اذا انت شركة حطيتي ستاكس لباع وانت رجعت اشتريتينن كشركة بديك تدفعي 1 بالمية ضريبة عليها هيدا بس ما بيبليش قبل الالفان وثلاثة وعشرين احنا بعدنا بـ 2022 حدا يقلوا ان احنا بعدنا بالـ 2000 حدا يقلوا ان احنا 2022 يحطوننا شيء للـ 2022 ما بعرف قلولي الايباد طالعه يا ظلمي معقولي تركين دي الايباد طالعه هونه ليش نزل التليفون هيك ياذا بنرجع لورا شوية بيأسر شي طيب الشغل اللي بعد اللي عملوها بهيدي الحزمة الاكتصادية هي انو بدن يعطو 80 مليار دولار لل إير اس مصلحة الضرائب لحتى شو لحتى يعني تقوي هيده منيحة بايداواي بس ان شاء الله يستعملوها لهيده المصاري بالطريقة الصح يعني ان شاء الله ال اير اس تستعمل هيده المصاري لتلاحى الاشخاص الصح مش تلاحى الاشخاص اللي بيعملوا الفقرة مثلي بولي مثلي كون تمام؟ واصلا كان فيه يعني كان فيه بالكونجرس الامريكا عم بيقولوله ما بدنا نعطيكم مصاري لانه انتو بدكن تروحوا تلاحوا الاشخاص اللي بيعملوا أقال من 400 الف دولار بدكن تنسوا اليكبار قام رد عليهم الكميشنور تبع ال اير اس وقال لهم لا نحنا بدنا نستعمل هيده المصاري اللي بيعملوا اياها لحتى نلاحى الشركات الكبرى واما الشركات الصغيرة والامريكيين اللي بيعملوا اموال اقال من 400 الف رح نضل متل ما نحنا هلأ صراحة بس انا صراحة ما بصدقه لانه خيم مش قويه الا على ضعاف صراحة يعني مش قويه الا على ضعاف وبالتالي عطوهم ال اير اس 80 مليار دولار زياد لحتى يزيدوا بالستافينج تبعهم اذا زادوا بالستافينج تبعهم بيبلش يخلصوا هالمعاملات الاسترداد الضريبي بشكل اسرع مش ينطروا العالم خمس تشور وسن الى حتى يوصلون تاكس ري فاند واسترداد ضريبي هاو دي الاشخاص اللي برجع لهم مصاري مش نحنا اللي برجع لهم مصاري لانه حرام في عالم تعتمد تنتر يعني لدي يجيها التاكس ري فاند بس بشكل عام بيقولوا بدون يستعملوا هادي المصريات لحتى يلاحقوا الشركات اللي هي بتتهرب من الضرائب ليعملوا ادتس اكتر تمام؟ لنشوف طيب لايكو شو اللي تركوه براتو يعني نتيجة هادي المفاوضات السيئة اللي صارت ما بين الديمقراطيين شو اللي اضطروا الديمقراطيين انه يشيلوا وعروه لهيدي الحزمة الاقتصادية كما اول ما اقترحوه اول مرة كانت حزمة اقتصادية لا بأس بها صراحة تعالج عدد من الامور الاساسية في الولايات المتحدة الامريكي طيب شو خلوه يعني شو هن الشغلات المنة مشمولة وبشكل سريع لحتى ما نطول عليكم بهذا الفيديو بالمديكار كان سيناتر بيرني ساندرز الله يطول بعمره عم بيقول له نحطول لنا يعني يصير المديكار يغطي دانتول وفجين وهيرين يعني يغطي للسنان وللسمع وللنظر ما حطوه ما حطوه كمان الكاب على الانسولان اللي انا قبل شوي بهدلتنا عشانه انه ينحطوا سقف 35 دولار بالشهر بس انه تكلفي على الشعب الامريكي على الانسولان كمان شيء ما حطوه تالت شيء انه تكون البري كيني جاردن بامريكا فري فور آل تكون الروضة بامريكا مجانا للجميع كمان ما حطوه وهي دي كانت بالبروبوزل الاساسي كانت بالورقة الاساسية لهيدا المشروع القانوني تمام؟ معك حق يا علي يمكن بعد كم سنة المتقعدين ما اعطوهنش رواتب يعني بدناش نكون سودويين يعني بس انه شو ها طيب الاجازة العائلية والمرضية المدفوعة للأجر للعمال كمان شايلوه طيب شو اللي اضرب من هيك اللي شايلوه كمان واللي انتو ممكن البعض طيب شو دراسي فيها هايدي شو صار فيها وينا 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 دفعت الأطفال الشهرية اللي كانوا عاملي لكم اياها تشايل تاكس كردت مساعدة الأطفال المالية الشهرية كمان شايلوه لكم اياها كان فيه مطالبة انه يمددوها اتليس سنة سنتان اخونا يعني ساناتر الديمقراطي مش الجمهوري جو مانوشين او مانشين جو مانشين مش مانوشين جو مانشين عم بيقول انه غاية بتكلفنا كتير مصاري ما بديش ياه وبالتالي بالنسبة لمساعدات الأطفال الشهرية كون ما كملوا لهيدا البرنامج بهيدا الحزمة الاقتصادية اللي عملوه رح ترجعوا انتو للسيستام القديم السيستام اللي عملو اخونا الرئيس ترامب الرئيس السابك ترامب اللي هو كان الفين دولار للولد والماكسموم لحد الاقصى ثلاثة ولد رح ترجعوا للسيستام القديم يعني ما بيخطفي مساعدات الأطفال بشكل عام التاكست شايل تاكست كلادة تبع الأطفال بشكل عام بس بيرجع للسيستام القديم هايدي كانت الحزمة الديمقراطية طيب انا عطيتكن شو في بقلبها سؤال هايدي كيف بتنقص الانفليشن؟ كيف بتنقص التضخم؟ يعني انا سوري انا يعني غشيم يمكن حدا يشرح لي انه هايدي هالورقات اللي انا قاعد عم شخبط عليهم عم بحاول افهم يعني فهمنا لي كيف وادرس انه عنوان العريض اللي هني التسمي لهذا مشروع القانون انفليشن ريدوكشن اكت يعني انتو بكتنزلوا التضخم اشرح لي ياخي انتو كيف بكتنزل التضخم بهذا اشرح لي انا والله يعني مش عارفين كيف بالعكس انت عم تعمل انفاق حكومي اكتر اربعمية وثلاثين مليار دولار انفاق حكومي جديد بالوقت اللي انت عندك هلا انفليشن هدا ما بينزل انفليشن على تليس على المدى القريب ما بينزل انفليشن بتقلي على المدى البعيب بعد ثلاثة سنين وست سنين بيوفروا على العالم وبينزلوا انفليشن يمكن بس انتو عم تشتغلوا لهلا ولا عم تشتغلوا لامتا ولا عم تشتغلوا لانتخابات انا باعتقد هايدي فقاعة انتخابية لأكتر ولا اقال هايدي فقاعة انتخابية ديمقراطية لأكتر ولا اقال الانتخابات بنوفمبر فهمنا كيف بدن يعطوا شيء للعالم ليقولوا ان احنا جبنالكن شيء ديمقراطيين ان شاء الله بدي اعمل حلقة عن هدا الموضوع عش بدي يطول الديمقراطيين رح يستعملوا شغلتان لهذه الانتخابات في المحاولة للابقاء بسيطرتهم على الكونجريس الامريكي اول شغل رح يحاولوا يقولوا لكم مرقناكم اكتر اكتر الشعب الامريكي مرح بالاغلبية يعني بيقروا عنوين ما بيفوتوا بالتفاصيل ما بيعرفوا انو والله كل الشغلات يعني شيء بال 26 شيء بالتسعة وعشرين شيء بال25 شيء بال2000 و23 فهنا يكيف ما بيعرفوا انو ما عاملوا كاب على الانسولين ما بيعرفوا انو شالونوا نواح اثنين ثلاثة بالتالي رح روجوها الديمقراطيين لو لا يكون احنا من رأنا لكم شيء لن ساعدكم والشغل الثاني رح استعملوها الديمقراطيين لو يحاولوا يربحوا هذه الانتخابات هى موضوع الاجهاض البارشين هو عام يستخدموه بشكل كبير جدا كل حملتهم الانتخابية بلشوا فيه يعني أنا عم بتطلح حاكمة الولايه هوني عنا بميشيغان لك مبارح خلصة الانتخابات التمهيدية انطلعة دعاية ضد المرشحة الناس دي ضدها الجمهورية تيودون ديكسن انه هاي دي ضد الابورشن هاي دي انه بده توقف لكم الابورشن كله بميشيغان فيلا لنشوف انتخابات مهمة جدا انتبهوا على الانتخابات تسجلوا حتى تصوتوا وطلعوا صوتوا لحتى تأسروا على الانتخابات ويصير ينسمع صوتكم صراحة وتشاركوا في عملية صنع القرار هاي دي كانت حلقتنا المباشرة من برنامج خبر عاجم يعني أنا حسين هيشيغ من قناة الأخبار بليز عملوا لنا لايكوا فولو على فيسبوك انستجرام وتويتر تيك تاك ويوتيوب تفعيل جرس التنبيه تون اونوتيفكيشن سبسكرايب على يوتيوب نضموا لقرباتنا على واتس اوب وإلى أمقاكم بحلقات مكبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى دي ماكن حسين هيشيغ من قناة الأخبار إلى اللقاء وفي رعاية الله